قبل ما ادخل في مطش بكرة وقبل ما راح بضيفي النهاردة في السادسة خليني اقول لحضراتكم انه في لعطة كده استوقفتني الحقيقة على خلفية المواجهة بين المانيا وبين انجلترا في دوري الامم الاوروبية حقيقة اللقطة دي اللي حضراتكم شايفينها والخبر المتعلق بيها انه تم اعتقال او ايقاف يعني الشرطة تعاملت مع اوقافة سبعة من مشجعي انجلترا على خلفية انه هم عملوا التحية النازية والكلام ده حصل برا الملعب ما حصلتش جوه الملعب وبالتالي الحقيقة هو درس مهم جدا بيقول انه من امن العقاب اساء الادب وانه الامور دي الحقيقة مفهش تهاون الناس دي تحترم القوانين وتحترم القواعد وتحترم اللوايح واي كيانا من كان مدام اخطأ لابد انه يتم محاسبته جوه الملعب برا الملعب ما تفرقش اتمنى اتمنى الحقيقة انه ده يبقى المنهج هنا اتمنى انه كل مسئول انه خدوا بلح قدراتكم انه التغاضي عن الاخطاء في اوقات كتير جدا بيبقى نوع من انواع الرسائل بتقول او بتشجع على ارتكاب مزيد من الاخطاء وبنسبة اللقطة انا افتكرت الحقيقة عشان منساش دكتور اشرف صبحي قال انه فتح تحقيق كوزير للشباب والرياضة في اخفاء الجواب بتاع استضافة ملعب نهائي دوري الابطال وانه في تحقيق بيجري حاليا في وزارة الشباب والرياضة اتمنى ان احنا نسمع لو كان في تحقيق تم لانه واضح انه موضوع اخفاء الجوابات ده بقت عادة يعني ده مش اول جواب يختفي بالتالي لو كان في جوابات قبل كده اختفت برضو نتمنى انه يتم الاعلان عن نتائج التحقيق لو تم تحقيق فيها جوابات المرتبطة بوقف القيد وواقع الى اخر